إذن متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل ومجددا نظام حضارات الجزائر يتلقى صفحة جديدة من المملكة العربية السعودية بخصوص الملف السوري بخصوص ملف سوريا في جامعة الدول العربية فكما تعلموا متابعينا الكرام خلال المدة القصيرة الماضية كانوا هناك اجتماعين مهمين فيما يتعلق بهذا الموضوع ترأسهم طبيعة الحالة للمملكة العربية السعودية ولم تقم بتوجيه أي دعوة لحضارة الجزائر مع العلم أن حضارة الجزائر هي التي تترأس الآن القمة العربية والقمة أو الرئاسة دي القمة العربية لن تسلم إلا بعد انطلاق القمة المقبلة اللي غد تكون فيه السعودية فالسعودية الآن متابعينا الكرام لا في الاشتماع الماضي ولا حتى في مشاورات الرياض لم تستدعي ولم تتشاور مع حضارة الجزائر بأي شك من الأشكال ورأينا الصحافة أو الإعلام دي الحضارة الجزائر أو الأبواق الإعلامية دي النظام الجزائري خرج ويتهجم على السعودية ويتهجم على ولي العهد للسعودية ويقولون على أنه تم إقصاء حضارة الجزائر والبلابلا الخاوية دياله الآن متابعينا الكرام يتكرر نفس الشيء نفس السيناريو يتكرر يوم أمس كان هناك اجتماع جديد فيما يتعلق بسوريا كان في الأردن وحضارته كل من السعودية ومصر والعراق وبعد انتهاء هذا الاجتماع تم الاتصال بكل ميناء المغرب، قطر، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، لبنان ولم يتم اختار حضارة الجزائر أو الاتصال بحضارة الجزائر بأي شكل من الأشكال شوفوا معين الفضيحة لم يتم استدعاؤهم للاجتماع مع العلم أنه ملي عندهم الرئاسة دي القمة العربية ولم يتم الاتصال بهم بعد نهاية الاجتماع كما حصل مع هذه الدول مغرب، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، لبنان وغيرهم فهنا نستنتج متابعين الكرام على أن المملكة العربية السعودية لا تريد من حضارة الجزائر للحضور ولا الدخول في هذا الملف ولا التكلم عن هذا الملف ولا أن يحضروا في الاجتماعات التشاورية ولا أن يحضروا في الاجتماعات لكتناقش المسألة دي العودة السورية ولا ما غاد يشترجع فبالتالي متابعين الكرام يكون نظام حضارة الجزائر قد تلقى صفعة أخرى وفي الغالب في قادم الساعات غاد يخرجوا لأبواق الإعلامية دي لهم باش يتهجموا على المملكة العربية السعودية مجددا ويبدأوا في تلك الحملة دي الصراع هي تماما اللي كانت بعد المشاورات ديال الرياض اللي كانت في السعودية والتي لم تصدع فيها حضارات الجزائر متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم